ثم شيء مهم جدا انضم إلى مجموعة مؤمنين في كنيسة محلية بانتظام يعني جرب تروح على الكنيسة بانتظام في عبرانيين إصحاح عشرة مكتوب ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريد على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب في الكنيسة احنا بنبني أحدنا الآخر فيها الشركة المسيحية في الكنيسة نبنى روحيا ونسبح ونعبد الله أحبائي وفي الكنيسة نحن نقترب إلى مائدة العشاء الرباني لأن الكتاب يقول وكلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيه فاجتماعنا مع بعض هو نبر ونعز بعضنا بعض أن الرب قريب الرب جاي عن قريب شيء خامس تشجيع خامس بالاقتراب إلى الرب مكتوب ولكن أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد الآن وإلى يوم الدهر آمين بطرس الثاني صح 3 والآية 18 محتاجين النمو الروحي بالنعمة والمعرفة يوميا أتقرب من الرب يسوع حتى أقترب منه أحس بنفسه دقات قلبه وأتشبه بشخصه المبارك شيء آخر تعلم حياة الثقة بيسوع اعتمد على الرب يوميا لا تعتمد على ما يقول الناس لا تعتمد على الظروف ولا تعتمد حتى على خدام خدام الرب اعتمد على الرب ثقة في مواعيد الرب شيء سابع امتلئ من الروح القدس يوميا مكتوب ولا تسكر بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا يعني استمر في هذا الملء بشكل يومي امتلئوا بالروح عندما نمتلئ من الروح نستطيع أن نستخدم سيف الروح الذي هو كلمة الله نصلي بالروح نتكلم بالروح نقادئ بالروح بيصير عندنا التمييز الروحي والمعرف الروحي والحس الروحي والمواهب الروحية وثمر الروح القدس في حياتنا شيء آخر اقترب عن طريق العبادة والتسبيح نحن نجتمع لكي نعبد ونسبح الرب يوميا شيء آخر تستطيع أن تقترب إلى الله عندما تعلن مكتوب بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض اظهر هذه المحبة للعالم ولكل من حولك عيش هذه المحبة هذه المحبة هي التي تلمس هي التي تشفي وهي التي تخلص وهذه المحبة هي لغة يستطيع كل البشر أن يفهمها شيء آخر أحبائي اعمل انشغل في الرب اشهد يوميا اخدم كن بركة كن انجيل خامس يعني خلي الناس تشوف انجيل مسموع مقروء مشاهد من خلال حياتك كأنت موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة